انا من زمان من سنتين ثلاثة قلت بحث عملته استضغط لطلبة كلية الطب قبله واسناء وبعده لامتحان الشافوي استضغط لطلبة كلية الطب قبل ما يخش لامتحان الشافوي واسناء لامتحان الشافوي وبعده لامتحان الشافوي بهدف تأثير الانفعال على الضغط في طلبة سجله ارقام خيالية وهو بيمتحك وكان طبيعي قبل الامتحان ورجع طبيعي قبل الامتحان وما تنساش الكلمة اللي دايما نكررها اصعب تشخيص في الطب تشخيص الضغط العالي والله العظيم اصعب تشخيص ممكن جدا العيان انا اغلط فيه يجيلي في العيادة اقسه الضغط اللي عاليه هون وفحل الدنيا حر قاعد برا نصف ساعة زيادة ولا ساعة زيادة وده خلي ضغطه عالي طب انا زنبي ايه انا كطبيب زنبي ايه ما شخصه غلط والعكس ممكن عيان مريض ضغط مريض ضغط عالي وبياخد علاج وضغطه عالي لما يخش لي يرتاح نفسيا جدا وضغطه يبقى طبيعي يبقى مريض الضغط العالي اريطه طبيعي والمريض الطبيعي اريطه عالي عشان كده اصعب تشخيص في الطب تشخيص الضغط العالي قال لي انت مريض ضغط عالي ولا لا انت بتقول كلام طبيعي جدا اما اعمل مجهود قلبي بيزيد انت مطبعا مطبعا خاصة سيادتك عندك سمنة اشتركوا في القناة